السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير معلمي الناس الخير محمدة بعد زملائي الطلبة ان شاء الله اليوم سنقوم بشرح الإجزامة نورولوجيك طبعا احنا نعرف في التخصصات الطبية جميعا في اي مجال طبي في اي فحص طبي عنا لنتي ويقاط واق عمليات الحوار انا منيز اخذ معنمات المريض كل ما يمكن اخذه وعنا الإجزامة فيزيك او الإجزامة تلينيك اللي فيه الإجزامة فيزيك طيب الان لنتي وكاتواب مهم جدا في الفحص الطبي العصبي او الفحص السريري العصبي الإجزامة نورولوجيك لنتي وكاتواب ممكن تأخذ منه ايش؟ اولا طبعا كل ما يتعلق بالمريض اسمه عمره مزوج أعزب اذا كانت امرأة كم طفل عندها اذا كانت متزوجة هذه نقطة مثلا بتأخذ منها تاريخه بشكل عن المريض يعني بتأخذ التاريخ المرضي الشخصي والتاريخ المرضي العائلي الانتيسيطان بيخسونيل ميديكو شيروجيكال او فاميليال بتسأل المريض اذا بأخذ أدوي او لا دخل غرفة العمليات او لا عنده حساسية سابقة معينة ضد البنسلين او اي مرض اخر هل هو مثلا بأخذ علاج لمرض مزمن كل هذه الأمور بتأخذها بالانتروجاتور ايضا في الإجزامة نورولوجي بتأخذ من الانتروجاتور ممكن احيانا المريض اذا كان فاقد للوعي عنده مرض مزمن مثل الزهايمر بيأثر على القدرات العقلية الانتراج دولة ملاذ او بسياف بلوزيغ او شوز ممكن يشوفه هو المريض ممكن المريض يكون فاقد للوعي مثل الأكسدون فاسكولير سيربغال أي الجلطة على الدماغ مريض فقد الوعي فقد قدرته على الحديث كيف حدثت الجلطة مثلا كهل كانت هي مرة واحدة او الا بالتدريج هذه المعلومات يمكنك تأخذها من الانتروجاتور مع الانتروجاتور الآن نيجل الى الإجزامة كلينيك الآن وقت درست الإجزامة نورولوجيك انا حتى نقول لك هذه المعلومات الإجزامة نورولوجي قسمته الى 3 تريبل سميتهم لطن اوت لطن باس لطن اوت لطن باس طيب هذا بناء على إيش؟ بناء على إنه إحنا بدئنا من أعلى إلى أسفل إلى بشكل عام يعني خلينا نقول إلى الخارج طيب الآن لو كنا برسم تمثيل الجسم الإنسان هذا الإنسان مثلا هذا جسم الإنسان لطن اوت الي يشمل كل ما يتعلق بمنطقة الراس كيف يعني؟ طبعا احنا قلنا ما عندنا إيش؟ ناف باقتي في الإجزامة نورولوجيك اللي هم راح نتكوهم على شكلنا على شكل 3 تريبل الآن الأول لطن اوت يفضل إنه هاي المعلومات تكتب هذا التقسيم اجتهاد شخصية لكنه حسب العلم هو موجود تسعة أجزاء لكن قمت بتقسيمها لتشكيل خريطة ذهنية اللي في بداية اللي حفظه وفهمه بشكل أسرع بعدها كي تتفكر في الإجزامة نورولوجيك لك عرف وراك رايح وفهمه بشكل أسرع تبدأ أولا بي الإطارة الوطنة ما رأيض الله واعي أو المشواعي؟ الإطارة الوطنة هذه الأولى كنت أجتبونيه لطنة الوطنة الوطنة أو الوطنة 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 بعدها الوطن المنتgin وبعدها للك تتفكر كشوال الوطنة الوطنة اللي هني نقول عصاب الدمار والعصاب القحف الدمار اللي هني عصاب القحف الدمار او الأمي اسم تbli هذا اللي هو الطن عوي اللي هو كنوكora jan العزم 2 matchينur لك?! جزيميس 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 هذه الشدق arrestفني حتى انه ومما انتهى جزيميس قد يكاريا ضيق أو الثلاثية الثانية طيب بعد إيش بيكون عنا بيكون عنا لإقزامة دو ستاسيون بيبور الان هيك إحنا مكون تقريبا راح نحضنت كل اللي هو كلنا من أعلى اللي هو لطن أوض اللي هو لطن با اللي هو الإقزامة دي مور سوبريور دوتران ومبعد إيش نيجي لا الإقزامة أو لطن أو طريب الجنرال اللي هي لصتاسيون دو بو كيفاش راهي واقف المريضة بعد لامارش إذا في عنا دي مارش مشكلة في المشي ومبعد نيجي لا الإقزامة جنرال منشوف إيش الفونكسون جينيتوسفينكتيريين منشوف مثلا تنسون ارتريال فريقونس رسپرatoires إذا في عنا التروب الأندوكرينيين أي شيء آخر بعدما كملت تقريباً كل الأجزاء المتعلقة بالإجزام النغروجي الآن راح نيجي إليهم ثلاثية ثلاثية كل ثلاثية راح نشوف كل بارتي فيها الآن راح نبدأ بيش بالفونكسون أو خلينا نقول بالأجزاء الخاصة في الطن أو التخيب الأوت طيب الآن احنا راح نشوف إيش راح نشوف أولاً لطالة كونسيونس لطالة كونسيونس كيفاش المريض اللي يجي عندك هذا هل هو واعي ولا مش واعي اخناueller افضلاء من النظرة الأولى طيب هل هو يتحرك ولا لا يتحرك الآن راح تقيس كمية هذا الوعي نحنا كي نحضروا على الليطة do Downtown شا نشوفو في الليطة do episodes في الليطة do perception راح نشوفو في الليطة do聽 هاتي الليطة دو conscience بتشوف أولاً هل المريض واعي ولا غير واعي هل هو communication طيب الorientation يعني نغيد راح عارف وين تاليوم اليوم، بارقزهم الأحد، الاثنين، الثلاثة التاريخ، ويره، هذا الوريونتاسيون ومبعد تشوفهاش الكوابيراتيون، المريد كوابيراتيون إذا متشوف الوريونتاسيون spatial ou temporal الوريونتاسيون، ومبعد تشوف مية كام الوريونتاسيون هل هو عارف للضعد هل هو عارف اليوم وين ويره في المشفى ولا وين هذا الوريونتاسيون بعد الكونسيون هل هو ووعي أو غير وعي؟ طبعا، في عنا سكور دو غلاسغور سكور دو غلاسكو هات راح نشوفه في عنا الوريونتاسون وبعد نشوف مالكو او بيراند ونون متعاون ولا لا يعني ارفع يدك مرفع نشيدك هل هو قادر التعاون معه ولا لا الان يجل الكونسون في عنا حاجة يسموها سكور دو غلاسكو لسكور دو غلاسكو شاي شوفي نشوف في يعني في عنا ريبانس موتخيس ريبانس فيربال ريبانس اوكولير ومنقيمه على خمستاش في عنا طبعا مش راح نتعمق في سكور دو غلاسكو سكور دو غلاسكو ممكن دراسة الواحدون مشي هاجد يطايا لكن باش نعرف انو لتار وقبلي نقدروها او نعرف بيه سكور دو غلاسكو سكور دو غلاسكو هو خاصة بيكون لإيش مشان إيش مبارا نديرك ببورفر لكلسيكشان عندو كومة ولا ما عندوش طبعا في عنا سكور دو غلاسكو قولنا على كنز بيكون سكور يكون على كنس في عندك أقل ثلاث يرى تقريبا مور سيرغال في عندك أقل من ثمان يرى كوماتوز و أقل من ثلطاش ريسك باش يولي كوماتوز في يدخل في الكومة هيك بيكون عرفنا أول شي لطار دو كونسيونس أول جزء في البارتي العلوية تعيش كولنا لطن أوث بعدين يجد الفونكسون سبغير الفونكسون سبغير واش فيها فيها اللونغاج فيها الميموار فيها اللونغاج الميموار فيها لابغاكسي لقنازي الآن اللونغاج رينا عرفين رايه هيدر ولا لا يهيدر صحا يهيدر بشوية ولا بخوف رايه يفهم باش رايه نقوله هذي كلها لونغاج في عنا باركزون في عنا الديزارتخي في عنا الفاسي دو بروكا الفاسي موترس دو بروكا لانمريض رأفاهم شا يقوله بالصح كي يهيدر شو لناشتاء يعبر يلبعلون لن هذي لفاسي موترس دو بروكا في عنا لفازي دو فيغنيك المريض لا يفهم او لا ما عندهش قدر على استقبل معنات بشكل جيد وفي عنا باركسوم الجرغونوفازية أو الجرغونوفازية شغل المريض يضرب بحاجة ما تفهمهش بكلمات غير مفهومة غير متصلة بشكل جيد و لفازي دو فيغنيك غالب تكون مصحبة بإلوكوسيون ما يفهمش بصحيه يضرب الخوفة كالكلمات سريعة جدا الان هذا ما يسمى اللونجاج الميموار هل في عنا المريض راهم يتذكر الذكريات القديمة جدا ولا الذكريات ش هصلا مع الصباح هذي مسميها الميموار أكوغ تيرم هذي مشان نعرف ايش الفونكسو سوبرير دوزين فونكسو سوبرير في عنا لفراكسي اللي هي موالي في ديرها هل عنده تروبل فيها ولا لا بدون يكون عنده تروبل كيف يعني؟ يعني ما عنده هو مشكلة مثلا في يده ما عنده مشكلة أو كسر في يده ولكن مراش قادر يكتب مثلا مراش قادر يرسم حاجة راه يعرفها مراش قادر يشرب الماء حاجة معرفة بالصح ما عنده مشكلة في يده هو الحاجة الثالثة الرابعة اللي راح نشوفها في فونكسو سوبرير كنا لاغنوزي لاغنوزي هي الإدراك الأشياء لا راكمني السونس يعني مثلا غمض عيونه ولمس راه يعرف هذي واش ما المسها مثلا لاغنوزي مثلا يعرف الصوت ولا لا بلا ما يشوف السبب ممكن تكون عندنا اغنوزي اوديتيف مثلا مراش يعرف اغنوزي اغنوزي المهم كنقول اغنوزي ومعانها حاجة هي اغنوزي في الرياليزاسيون في الإدراك الخاص بهذه الوظيفة مثلا اغنوزي اوديتيف اغنوزي اوبتيك ولا طيب منيج الان لباريكرانيا الباريكرانيا هما دوز عنا شحال من عصر في الدماغ او العصاب الدماغية او الجمجمية لباريكرانيا هما دوز طبعا عنا الوظائف تاعهم لباريكرانيا غالبا بيدرسوهم هما كل واحد الوحد يعني عفوا بيدرسوا لباريكرانيا الوحدهم عن اغنوزيهم يدوا وقت شوي لكن احنا راح نفوت عليه بشكل عام عنا الاول اللي هو النار أولفاكتيف صحيح الحاسة الشام يعني كي نقول أولفاكتيف حاسة الشام عنا ممكن شوف شاو ممكن شوف سابور مو سنسوريال هذا عنا ممكن شوف يشم الحاجة بشكل بشكل مضاعف جدا الريحة كشغولة شوفة اكثر من ما هي يعني من ضوزة اكثر خلينا نقول في عنا ايش لانوزمي مراش يشم في عنا ايبوزمي راه يشم تكون حاجة فور باركزوم العطر الثقيل راه يشم بصح ممشي كيمة الاخرين ممكن كم عنا ايش باغوزمي راه يشم حاجة ما هيش موجودة او شم حاجة بيحسها رايحة حاجة واحد اخرى عنا نار أوبتقي دوزيم نار شا تشوف فيه أكويتة فيزويل تشوف فيه الشون فيزويل وتشوف فيه الفون인데요 ممتتغي نفيما في었 الطائحة ومعدومة عنا إيش مثلا في عنا ماريش هالخوزم Aufg 뜻 عنا طربي فى الشون فيزويل هو راه يشوف طبعا بشرين طيب مثلا عندنا إيش إيمان أو بسي عندك سكوت أو أمل أي حاجة تعطي في الشامف فيزويل هذا بتقدر تحديده حسب الإجزامة للشامف فيزويل وعندنا الفوندويل بتشوف فيها إيش في الفوندويل بتنظف عين المريض في الجهاز الخاص فيها طبعا في الفوندويل ممكن تكون قد يكون قد يكون بابيلة أو بلوك أو أي حاجة أخرى هذا بالنسبة للنار أوبتيك في عنا إيش الأكولوموتريسيتي الأكولوموتريسيتي طبعا هي أنتخنسيك أو إكستخنسيك الآن الغلوب أوكلير هذا اللي حركة العينين هذا البلوك أوكلير عناك إحنا كي نشوفو في عيوننا العين تتحرك تتحرك إلى الأعلى إلى الأسفل إلى اليمين وإلى اليسار هذا بالنسبة للغلوب أوكلير الآن عندك إيش تخوانير أسوسية أو بش تعمل يعني بشكل ثلاثي لضمان لاموتخيسيتي لغلوب أوكلير بقول نحنا عندنا لاموتخيسيتي أنتخنسيك أو إستخنسيك الآن هذي اللي 3 نير هكما يكون إحنا درساً لوفاكتيف والاوبتيك والنير وكولوموتور 3 والنير باتيتي 4 ونير أبدوسون 6 نير كرانيان الآن عندنا هذي تخوانير في هذه اللي 3 نير غادي شايعطينا غادي شايعطينا غادي شايعطينا التخوانير في الكولوموتريسيتي حركة الغلوب أوكلير الآن عندنا قلنا انتخنسيك أو إستخنسيك طيب الآن هذي مثلا هذي هو المسؤول عن الهوف منتاعي بالتاني قطيت دو نير 3 دو تخوازيام نير ونير وكولوموتور غادي اتعطينا شايعا؟ غادي اتعطينا بتوسيز اللي هي لاشوت تدلي معناها الآن لاشوت دو كوبيير سو بغيور غادي يكون شبه مبلع لكن مش كامل هو مطقش طرفه مش مرفوع بشكل كامل هذا بالنسبة للنير نير 3 النير 4 و6 غادي يعطينا باركزوم للا ديبلوبي نير 4 غادي يعطينا ديبلوبي فرتيكال شوال شوال هي ديبلوبي ثنائي حاجة ثنائية فعنا لاشتخابيزم ثاني الحوال قطيت باركزومك في النير وكلوموتور غادي يعطيك استخابيزم كونفيرجونت على أشخاص باركزومك إذا كان عنا هذا النير 3 و هذا النير 6 وهذه العين إذا صار عنا شالق في النير 3 اللي هو المسؤول عن عركتها للداخل شكون غادي يكون بردومينوس هنا النير 6 اللي بدو صنصة سمالي غادي تكون العين رايحة في ناحية النير 6 اللي هو ايش اكستيرن منسميها ايش استخابيزم ديبلجنت هادي وكي يكون لطنت في النير 6 غادي يكون الموتور هو اللي يكون بردومينوس سمالي تكون ايش استخابيزم كونفيرجنت للداخل هذا بالنسبة للستخابيزم عندنا كون للا ديبلوبي هنا تكون في القاترين تكون vertical وهنا يكون في النير أبضو صنص تكون horizontale هذا بالنسبة للنظر للبرد الكرانيان من ديطالية أكثر لكي نفوت على الزمن كامل هذا بالنسبة للغلوب الآن بعدها هنا نصي معج نير terجوم وهو تشعر ما شخص طبعاً هو ثلاثة برانش ثلاثة برانش الأفرض أن هذا وجه الإنسان لدينا ثلاثة برانش و أورتالميك الأعلى هذا بالنسبة للنير نعلم عن المسؤولة من الترفيس في الصين ثم نعلم أنه النار فاسيال فهناه الخبل النار فراليز النار فاسيال و فراليز النار فراليز النار فاسيال هذا الخبل أنه يفendre في السيجزة للصين غادي يطيك احيانا باراليزي كونترولاترال او باراليزي ان امولاترال buralizium اللان ايا كانت الجزء اللي فيه باراليزي هنا في الفاسيا غادي يكون هو الاضعف من ناحية العضلات, خلش عندك باراليزي سامة ليش العضلات ايش؟ انر Rid or Dennerve الآن غادي يكون الوجه قوة الشد فيه من ناحية اللي فيها عضلات سليمي لكن من لاحظ ان هناك مثلا اللي هما نسموهم الثنية الثنية او اللي غيدي فرنطو نازو نازوجينيان ولا هادو يكونوا إفاسية ممحيين في الناحل فيها تاريزي الان كي يكون صندخال ريسبكت للطارج سوبريور وكي يكون بيريفيريك يكون تقريبا توتال دولة فاس توتال الان لدينا على سبيل المثال في البريفيريك في عنا ايش سيندو تشارل اسبالي اللي هو كي يجي يبلق عينو العين ما تتبلعش غاية وتروح خرجه للبارتي اكسترن أوت دولة ايش دولة في مجال العين او تكون العين على عنها رايحة لها دي الناحة عسب المثال الاكسترن اللي هو هذا السيندو تشارل اسبالي الان هاكي الناق فاسيال نيجي لالعصب الثامن اللي هو كوكليو وكوكليو وكوكلييه كي يقول كوكلي سامالي audتيف كي يقول فيستيبول سامالي واش ليكليب الان مرة انا هدرو على ليكليب الاسا فيعنا فيعنا فيبر اغنين هادو بار مشان نفحص الان لتيست فيباغ اغنين مشان نفحص الفونكشون الان كي يكون فيستيبولاع عنا ممكن يكون في الهكليب كذلك الودتيف لطيك بو تخص سنترال ممكن يكون بيريفريك الان اذا كان سنترال يكون بلاترال غالبا أما إذا كان بريفيريك، يوجد ايش شخص لديه الدولة في صندم فيستيبوليرs إذا انا أخذنا الإexامة بلنة الرومبرج الذي ي见ه التخصي يتم تلك المطاقة في تاكسي الذي يكون فاعل متهم في الهندن وفي الصندم في التاكسي في الحجر والطاكسي ي سياريوب التكافي طبعا إيش نحن يكون هناك تفضل بالتخرب في الإكيليوس يكون هناك أوسيالسيون المريض لا يكون هذا المريض ثابت سيكون عنده طران نحي طران من ناحي المريض روحيجي أوسياسيون عندك زبزبات في وقته لا هو متزم الآن في الفيستيبوليغ يكون لاتيراليزي الآن البروث درونبرغ يكون عندك أوسياسيون يعني في عنا فابلس أو في عنا ضعف في أنه يحفظ على نفسه ثابت ويكون أجرافي بارلافير ماتور ديزيو هادي اسمه سين درونبرغ بوزيتيف كي يبلع عيونه يهول الآن في الفيستيبولير غاد يروح للناحة إيش للناحة اللي هي أطنت في الفيستيبول طبعا هناك الفيستيبول لا ما معرفه في الكوكليوفيستيبولير هي موجودة في الأذن المسؤولة عن التوازن هاكا كي يكون عندنا أطنت فيها يكون عندنا التروبل في الإكليبر في عمليات الاتزان والتوازن الآن منيجي للعصب التاسع العصب التاسع عنيش مسؤول في عندنا ايش طبعا من مسؤول في الفارغانكس في الفوال دوبالية في الداخل الآن منيجي للعصب العاشر اللي هون نيرفاك طبعا بنوموغاستريك منيجي للعصب خلونا نكون رقم 11 اللي هو أكسس واق أو سبينا هذا مسؤول فيه طبعا عن نير ستيرنوكليدوماستويديا يعني عن يسرى عنها اللي هو يسموه الكتاف كي تشغل يسرى لهم نوع من التدل إذا صار في عصر فيناها من النواحل يعني في عندك مسؤول عن هذه العضلات والترابيس ثاني هذي مسؤول عنها النير سبينار أو الأكسسوار في عندك بافاليزي تشوفها في اللسان تشوفها في داخل الفم هذا النير إيبوغلوس انه سيضائيه لكن بشكل عنه الآن بعد إيش نكون نكملنا اللي هو یو تخريبا أو أو نغير نجي للدوزيام أو أو طاير ح حل وعند الركاس طيب الركاس تقريبا نفس الفحص ولكن نحنن نومشاه علي الترتب market من أعلى الى أسفل فيه عندك ستة أجزال تعاوص فيها الركاس والم tiny شكراً نے ستتعوده في المنطقة完肢 طي أولاً تفحس الفورس ونفحس تنويس ونفحس يوطندما ونفحس وبعد تفحس mut ومن بعد تبحث الكوردنانسيون ومن بعد تبحث واش التروفيسيدي طيب الفورس موسكولير تفحصها من صفر الى الى الخمسة او الى ستة كيف تفحصها هذه؟ طبعا ممكن يكون عندك المريض لا يتحرك على الاطلاق يدوك مثلا عسب المثال في اليد طبعا انت كي تفحص الفورس موسكولير مثلا انسان عنده ايميبليجي شالل نسخي ما تروحش تكزامينها في البرتي اللي في ايميبليجي في البرتي اللي بليجي في البراليزي لا تروح للبرتي الاخر وتفحص الفورس موسكولير الان كي تبحث الفورس موسكولير اشياء تدير مريض ما تكشي حرقها اشياء تقول هذا المماع من المصايب الان ممكن يكون ايش قادر انه يحركها يحرك الدو ولكن ايش ما يقدرش يرفعها هذه تبدأ بتدخل في الدرجة الاولى من بعد بارك زونج ما يطيق يحرك يدو كي تقلع بارك زونج يطيق يحرك يدو كما هاك وممكن مثلا مع البوزانتور كي يقول انه الوزن البوزانتور الان يش يحرك يدو الان في عندك كذلك الحركة بدون الريزيستانس مع البوزانتور والحركة كونتر الريزيستانس راهم مركمين غدا تصيبهم طبعا سهل تلكهم الط اللازم اللي راهم مصول ممشبه لان هذه هي بتكون الرقم من صفر الى ساتول طبعا طبعا طنس موسكولير وش نهڤوا عني طنس موسكولير في عندك را presentsơطونو لا وشد العضلاء طبعا طنس موسكولير cheビ النورموتوني ايبوتوني و ايبيروتوني حسنا الهبرتوني كيف يعني ايبيرتوني؟ مثلاً الهبرتوني على سو Tem vice بلاستيك 復Inspastic صباتيك هي الاسيتك كيف يعني؟ الآن البلاستيك هو الـ guard to the new position والإلاستيك راه يترجع كما المطاطة، المطاطة كيتشدها إلاستيك غادي تعاود بالصح البلاستيك كما الكيستاع البلاستيك كيتشده ما غاديش يرجع هذه البلاستيك الآن إحنا كنقول البلاستيك بارجون تكون يد المريض كما هاك هادي في الهيبرتوني بلاستيك تحركها صحي تقعد كما هاك بالصح في الهيبرتوني بلاستيك تحرك يد المريض غادي ترجع غاديترجع الوضع ها الرايسي هاد البلاستيك وهذا البلاستيك في البلاستيك الثورة الى فرق بهم كنت البلاستيك يد المريض Everyone has izquierها واتجع الاسباستيك إلى الاسباستيك seepastic الان عنا البلاستيك في الهيبوتوني solid في البراليزي احيان تكون جاهد المريض نخنص بالكارول بالصيب نعامILY على كشم الانس 있어 كم تحرك فى البلاستيك في الهيبرارسывайтесь كي تطلعون السياسة غادي ايش تكون غالبا تظهر في الإيبيرتوني لكن كي تكون إيجو كومبريسيوم ميدولير ولا تروماتيزم ولا أي حاجة غادي تكون ايش غادي تبدأ بإيشوك شوك سبينال ولا ضربة في السيستم بيرامي دالي المسؤول طبعا عن الكنترول تاعت تونسيتي وهدو الصالح غادي شايسرا غادي تبدأ فلاسك سمال ايش مكاشقاع شو إيبوتوني نسميها توت هال فلاسك فلاسك تحركها كيما تبغي طبعا توتونس مسكولير عنده ميكانيزم باش تفحص توتونس مسكولير شو بساوي بتطلب المريض يع Guillene profes يعني وما يعمل أي شي وتيتن Theo нравится وابتدأ فى توتفحص Talk nigglement passive وتشوف هلрод فى عنده Bridget T الisa أنا للا أحد الفحص التونستي او التونس مسكولير من بعد میجى إلى Reflex falls طبعا بدأت有 أي دائما الذي عديدك manover للتفحص الفورس مسكولير وتونس مسكولير واحدة من?!?! any manover قيضة فى Relgue وهو سين طبعا ديامše سوبرئور و permanente ضرئور الآن سوف أتكلم الزوجة حتى ما نشرحهم في الموبران في اليوم في الفورس المسكوليير في عنا اللي هي البروف دوباري اللي بتطلب من المريض يمد الغراعه طبعا وتشوف هل هو يهود ولا لا في عناك لسين دو اللي هي لاما دو غارسان ولا طبعا مريض غالبا بتطلب منه يمدها كما هاك كي يكون عنده إيبو كي يكون عنده فيبلس مسكوليير غادي إيش غالبا تتميل لا تولي برناسون هالكذا سوبيناسون تولي سوبيناسون تفوت وتهود في الموبر انفريور في عندي الشرطة في عناك hay من WHO وه Ottawa تغ lobط اللي هي سين دوباري قد يكون رائض على بطنه هذا على ظهر يكون رائض يقول يكون جديد عذى بطنه ويرفع يلفع اللى هي الجديد يصبح هذا كما هea ويرفع هذا ايه Fernان لص الذى نس completa ابن في الك lingering reflex التعارف منذ مثل قناة الآن اذا하죠 المريض يقول لك راني نحس وفي عندك اوبجكتيف انت هذي تختبرها لان الوبجكتيف ممكن تكون سوبرفيسيال ممكن تكون بروفوند سوبرفيسيال رانهض رواش على تاكتيل راه يحس يلمس السنسيبليتي بالكريتيك وفي عندك بتاع موالجيزيك اللي هي تاع الحرارة وتاع الألم لعندك ترجاع طبعا من السنسيبليتي بعد كورديناس راه يطيق تدير حركات الترنتيف مثل اللي بقوف دو ماريونيت تطلب من المريض مثلا يقلي predictive يعرض نوعك يطيق يحرك ولا لا يطيق مثلا في الإيكليب theft كنا قتلوب ال PROVE do1,Hannahي يطيق يحس يبيته نحن الرد نجع الشوي للسنسيبيلتي مثلاني ان هذار الإحساس العميكه التي تسلق قار Stна كلنا blev like a rave par la fermature desi كي يغمض عيونه، الله عارف وره ولا لا، حركة جسمه، الطقي يتوازن، كي يغمض عيونه. الآن في السنسبلية البروبيوسيبتيف تاني، في عندك البروف دوبريونسيون دولا، بلغمض عيونه، وقل له إيش، شد صبعك الزاوج، الطقي يشد ولا لا، يعرف وره ولا لا، في الفراغ. من بعد إيش، لتروفيسيتي، هل عنده ترول تروفيك ولا لا، مثلا عنده ميو تروفي، فاسيكولاسيون، كل هذه الأمور. الآن نتيج للإزامراك، فهنا تشاهد قفاع فانية تروفي، تنفل فيها الروف، تشاهد عندك الفلكسي كوتاني، وبالوضوبينال هذا، يحدد لك النبو الأصوليب. كيف يقوم بالنبو الأصوليب؟ الآن في النورو، هناك الدرماةتوم، إني نقوم مربوضون، يوجد ناغ سبينة، الأنق سبينة اللي يخرجون من العمود الفقري، اللي هما من الضائم البنيارة تقسموا، ويخرجو عملية لأن النغوة سنتع قاع الجسم هم يهوضوا من الجهاز العصبي عادة لنغ كرانيا ويخرجو عنا 30 زوج من النار سبينال يخرجو يتوزعو هاد كل العصب مسؤول عن درماتوم منطقة مهددة وبالتالي في البرو عبدومينال غادي يعطيك إيش شوال انتا كي تحس السنسبلتية في الرفل سكوترينيو عبدومينال للسنسبلتية غادي تعطيك نيفو سنسبلتية نيفو سنسبلتية في هذا هاد يتعرف به مثلا في حالة يصر عنا القطع في العمود الفكر غادي تعرف هذا القطع اين وصل هاد بالنسبة للدوزيام طن أو الطن با أو لتخيب لو خلينا نقول الدوزيام طن با في الإكزامة النيغولوجيك سممالي هاكا نكون مكملين تقريبا ثلثي الإكزامة أول الست وظائف اللي هو الطن با و بعد الطن جنرى هل المريب تعانى متوازن ولا ماشي متوازن هل عنده ضنس دي جنبيغره هم رجلي يتحركوا ولا لا هل هو كيرا هواتف باركزومل عنده إبغلوغدوز ولا لك اللي نشوفها في السندرو ميوباتيك اللي تخبر ميوباتيك هل هو المريب كي يوقف نحسوا بل باركزومل عنده إبغلوغدوز إبغلوغدوز يكون باركزومل شور نتوجهين للأمام أكثر من الطبيعي واللوتوراكس هل يقول مرهم للخلف هذي هي وضعية مريب إيش سندرو ميوباتيك يكون لباركزومل إبغلوغدوز يقول مرهم غفولي عنافون الآن مثلا الستاسون ديبو كي قلنا راه في عنده إلعجزمو دي بوليغان دستمتاشون إكارتما دي بغا باشي توازنوا للا في لسندروم اللي ممكن يصيبو بالسندروم سيريبلوس والسندروم إيش أطاكسي بروسيبتيف و هذا الصالح الآن بعد محاولة